اشتركوا في القناة والسولو كودز بتاعتها علشان نبقى عارفين ازاي هنحل طيب اول algorithm اللي هو Prim's algorithm Prim ببساطة بيقول ايه؟ بيقول ان انا همشي على هترافيرز على التري بتاعتي وحبتدي ان انا اقل انا معموما المنمم سبانيك تري انا بحاول انا منمايز على قد ما اقدر الكوست بتاع التري فانا هقلل على قد ما اقدر الاجز اللي بتربط لي ما بين كل الورتسيز بحيث ان المنمم سبانيك تري بتاعتي في الاخر بتكون connected تمام طيب انا ببدأ من اي arbitrary كده vertex فلاتسي ان انا هبدأ alphabetically باي تمام بنعمل ايه؟ انا عندي الوقت ايه انا بدأت باي وحبتدي اشوف انا الاي دي بتسمحلي ان انا شوف ايه؟ بتسمحلي ان انا شوف ال one وال five فحكتب هنا one وال five وحبتدي اشوف مين فيهم اقل؟ انا محتاجة ان انا امنميز التري بتاعتي زي ما اتفقنا فاكيد هنقي ال one فهبتدي امشي في طريق ال one يبقى انا هروح ازور بي ال b بتفتحلي ايه جديد؟ طيب انا دلوقتي خلاص ال five لسه معايا ال b بتفتحلي جديد اربعة وثمانية وسبعة يبقى حقاد هنا اربعة وثمانية وسبعة فين المنمم؟ المنمم اربعة يبقى انا هروح ناحية الاربعة يبقى اروح ازور c طيب هنزل الكلام ده زي ما هو خمسة خلاص الاربعة شفتها تمانية وسبعة وال c بتزود لي كمان ستة واثنين مين فيهم المنمم؟ المنمم اتنين يبقى اروح ازور f عن طريق c اهو كده تمام؟ هروح اشوف ال f هنزل الكلام ده زي ما هو ال F بتفتح لي جديد 9 و 3 و 12 9 و 3 و 12 تمام طيب شفت خلاص ال F المنمم المنمم عندي 3 3 بتخليني اروح اشوف ال E انا فعلا لسه مزورتش ال E هروح ازورها طيب ال E بتفتح لي ايه جديد بتفتح لي 7 خاص شفتها 11 و 10 يبقى هزود ل 10 وال 11 تمام وبعدين هبتزي اروح اشوف المنمم هنا بقى تبتزي شوية ايه نفهم كده احنا بالنقع على اساس ايه المنمم عندي لوقتي 5 هل انا هروح اشوف الخمسة لا انا اساسا زورت خلاص ال A وزورت خلاص ال C يبقى هنا هي create cycle يبقى انا مش محتاجة خالص ان انا ايه ان انا اشوف الخمسة هتنشها اروح اشوف ال 6 ال 6 بتقول ايه بتقول ان ايه هتوديني لل D انا فعلا زورتش ال 6D فهروح ازور ال D عن طريق ال 6 هنزل الكلام ده زي ما هو معادة طبعا ال 6 وخلاص الخمسة شفتها ان انا مش محتاجاها وال D بتفتح لي ايه جديد ال D مش هتفتح لي حاجة جديد انا خلاص شفت ال 8 وال 11 وال 6 وال 9 طيب المنمم مين دلوقتي المنمم 7 هل السبع هتضيف شيء لا لان انا خلاص زورت ال B وزورت ال E اهوم زورت ال B وزورت ال E 8 هل التمانية هتضيف لا زورت ال D وزورت ال B التسعة التسعة انا خلاص زورت ال F وزورت ال D يبقى ال 10 هي اللي هتضيف لي ان انا نقصني بس من ازور ال G ففعلا عن طريق ال E هروح ازور ال G اهوم G وهينزلي 10 سوري ينزلي 11 و 12 وانا خلاص ال 11 وال 12 مش هيدفولي اي شيء يبقى انا كده انا زورت كل ال vertices عن طريق ال minimum possible edges ومهم قوي بعد اما انا طلعت ال MST ان انا احسب total cost بتاعها يعني انا دلوقتي ال cost بتاعها عبارة عن ايه عبارة عن مجموع كل ال edges اللي انا اللي موجودة في MST اللي انا احتاجت ان انا امشي عليها اللي هي 1 و 4 6 و 2 3 10 يبقى total cost بتاع MST دي 26 طيب ده كده tracing اللي هو ايه يعني عمتان يعني طيب انا كل مرة كنت بقول لكم يعني كل كل loop منها انا كنت بقول لكم ايه بقول لكم تعالوا نجيب المنمم يبقى انا محتاجة اكيد ان انا امينيمايزة على قد ما اقدر ال complex take بتاعت finding the minimum وده اكيد هيحصل عن طريق ايه عن طريق المنمم heap لو جينا نبص على pseudo code بتاع prim هنلاقي ان انا مستخدمة المنمم heap تعالوا نمشي عليه كده واحدة واحدة بيقول ايه بيقول اول حاجة create a minimum heap of size v where v is the number of vertices of the given graph يبقى انا هيبقى عندي minimum heap size بتاعه هيكون على قد عدد ال vertices وكل note في minimum heap contains vertex number والkey value of the vertex ال vertex number اللي هو ايه كان هو vertex a b c whatever والkey value of the vertex هو ال cost اللي انا يعني ببي علشان اروح لل vertex دي وبعدين ال initialization بتاعي ال first vertex اللي انا اخترته هيكون zero انا انا ايضون pay anything ان انا اروح لأول starting vertex ده وبقية ال vertices كلهم انا لسه مش شايفاهم فكلهم i will initialize them to infinity وبعدين هامل ايه كل مرة بقى والminimum heap is not empty هامل ايه هيكستراكت المinimum value node من المinimum heap وهاخد المinimum node ده وهاشوف لو هو الكي value بتاعه اقل من سوري اكتر من key value اللي انا قادر اوصله عن طريق u minus v يبقى هابديت المinimum value تعالوا نشوف الكلام ده هيتعامل ازاي practical يعني لو انا عندي حاجة شبه كده انا محتاجة من تين حاجتين اول حاجة كل vertex وايه هو parent بتاعه يعني انا محتاجة اعرف كل vertex جاي من مين يعني هنا مثلا كما محتاجة اعرف كده يبقى يبقى d مين parent بتاعه c f مين parent بتاعه c g مين parent بتاعه e يبقى انا محتاجة ان انا امانتين كل vertex بالcost ده جاي من فين يعني مين parent بتاعه فانا انا ايو كيب التابل ده كمان ايو كيب الهيب نفسه الهيب قلنا انه عدد الvertices اهم و i will initialize the starting vertex ب zero وباقي الvertices ب infinity وبعدين هبتزي واحدة واحد اصغر واحد دلوقتي مين a فالa حيخليني اشوف ايه حيخليني اشوف الاربعة والاربعة يبقى در اوصل ال b عن طريق الاربعة وال c عن طريق الاربعة وهروح ابديت هنا في ال table ده ان ال b وال c دلوقتي مين ال parent بتاعهم ال parent بتاعهم ال a الله اصلا انا اشط عشان لسه هيحصل update طيب هنقل minimum مش هتفرق مين فهنقل b تعالوا روح عند b b بتفتح لي ايه جديد بتفتح لي ان انا ممكن اروح لل c عن طريق اتنين يبقى اكيد ده اقل يبقى انا هروح update c اقول بدل c ما هي باربعة لا ده هي باتنين ومين باباها مين ال parent بتاعها ال parent بتاعها دلوقتي ال b طيب وبعدين هبتزي ان انا اروح طبعا هروح عند c انا عنديش غير فهروح عند c c هيفتح لي بقت حاجات جديدة هيفتح لي 3 و 4 و 2 يبقى اروح d عن طريق 3 وال e عن طريق 2 وال f عن طريق 4 و هابضيت هنا في التابل ان d وال e وال f قادر اوصل لهم عن طريق c طيب هنقل المنمم هو ال e هنا ال e فتح لي ال e فتح لي ان انا اروح لل f عن طريق 3 طيب انا هنا ال f كنت بروح لها عن طريق 4 يبقى اكيد 3 احسن يبقى انا هابضيت ال f هخليها بدل 4 3 و هخلي من ال parent بتاعها بدل ما هو c هخلي ال e دلوقتي انا ممكن انا اي واحد فيهم ال 2 3 مش هتفرق فهروح عند d مثلا d يقدر يروح ال f عن طريق 3 تمام انا كده ال f بروح له عن طريق 3 فمش هتفرق فمش هابضيت اي حاجة وبعدين ما فضليش غير ده بس هروح هزور ال f ويكون كده ال minimum spanning 3 بتاعتي خلصت ودي كل parents بتاعت كل vertex ده كده انا مشيت على study code using minimum heap تعالوا نشوف الalgorithm التاني الalgorithm التاني اللي هو كروسكل كروسكل بيقول ايه بيقول الحاجة البديهية اللي انت هتفكر فيها انت الوقت عايز minimum spanning 3 عايز تقل تقدر edges اللي او costs بتاعت edges اللي ما بين vertices يبقى المفروض اول حاجة تيجي في بالك ان انا هرتب vertices من حيث ال cost وحبتزي ااخد من الاول الاخر حبتزي ااخد اصغر اصغر cost الاول لحد ما ايه موصل للاخر والحد ما خلاص انا مش محتاج edges اكتر من كده الشرط بتاعي في كروسكل ان انا هياخد ال vertex unless it makes a cycle المفروض ان احنا حلينا وشوفنا الكلام ده قبل كده يعني طيب هنا عملت ايه طبعا انا جايبة يعني graph لذيذ يعني هو 1 2 3 4 5 6 كلهم يونيك فهيطلع يعني كلنا لما هنيجي نحل هنحل هيطلع لنا نفس الايجابة يعني طيب رتبت ال edges واحد اتنين كده ascendingly تمام وتعالوا نشوف هاختار مين واحدة واحدة معلش هنمشي كده ايه مع الرسمة دي عشان تبقى تبقى واضحة اكتر ال a b او الواحدة خالص a b اللي هي one هاخدها طبعا انا لسه لزورة a ولا زورة b وبعدين c f انا لسه زورتها برضو هزور ماشي e f e f e f هاخدها وبعدين اربعة b c برضو b c انا لسه انا اه زورت c وزورت b ولكن هنا دي كانت disconnected من d فلازم اعمل لها ايه لازم اعمل لها connection دي الاربعة وبعدين الخمسة الخمسة هي هل انا هاخد ال a وال c لا مش هاخدها ليه مش هاخدها لاننا لو اخدتها يبقى انا هكريت a cycle صح يبقى انا مش هياخد a c وبعدين الستة هاخدها انا لسه مزورتش d السبعة السبعة انا مش محتاجة اخدها لاننا كده i will create a cycle طيب التمانية برضو i will create a cycle التسعة التسعة برضو i will create a cycle العشرة لا العشرة انا هاخدها لاننا لسه مزورتش g وبعدين ال 11 ال 11 will create a cycle اهي كبيرة دي ال right angle triangle ده وال 12 will create a cycle فمش هاخدهم يبقى في الاخر هو ده المينمم spanning 3 بتاعتي تمام كده كده انا ال stopping condition بتاعي ممكن يكون اننا عدد ال edges عندي بيكون اقل من عدد vertices بواحد يعني اي اي انا عندي هنا كان vertex 1 2 3 4 5 6 7 متوقع ان انا اول ما هلاقي ال edges 6 edges اهو 1 2 3 4 5 6 يبقى انا كده خلاص ده stopping condition بتاعي and I don't have to proceed on بال11 وال12 كمان تمام ده بالنسبة كروسك الالجوريب تعالوا نشوف برضو يعني ازاي بنعمل implementation ل كروسك ده pseudo code بتاعه احنا بنعمل حاجة اسمها union بنعمل ايه اول حاجة انا بcreate set for each vertex in a forest انا عندي forest اول حاجة فيها خالص ان انا بعمل set لكل vertex يعني انا عندي هنا vertices من 0 الحد 4 يبقى 0 في set 1 في set 2 set عموما curly bracket معناها ان this is a set on its own ده set واحدة تمام يبقى انا عندي هنا كم set عندي 5 sets وبعدين بانيشيلايز empty set a for save edges يبقى انا عندي هنا set تانية set واحدة فاضية اسمها a ذي عبارة عن safe edges يعني ايه يعني دول الedges اللي انا لو مشيت فيهم i'm safe i will not create a cycle تمام فهنا دلوقتي اللي بعت في البداية هما they're still empty لسه هزود عليه هبتزي assort the edges in ascending order يعني ايه يعني هبتزي ارتب اول واحد وبعدين اتنين واثنين وثلاثة وخمسة وست كروسكل تمام وبعدين هعمل ايه هقول for edges UV while اللي هما في الedges كلهم while sets in forest اكبر من one اكبر من one and what sets عندي خمسة امتى هتبقى sets في forest one set only one set لما يبقى الMST عندي كلها connected مظبوط if u and v belong to different sets in the forest هاد الedge to a وهمرج u v في الفورست تعالوا نشوف ده برضو بيتعامل ازاي practically عشان نفهمها اكتر وهو ده عموما بيستخدم في ايه بيستخدم في ان انا الوقت لما انا كنت بعمل معاكو هنا بعنينا كده كنا بنقول ايه this will create a set وكنت بشاور لكو sorry a cycle وكنت بشاور لكو ان this مثلا will create a cycle فمش هاخدها لكن طبعا الكمبيوتر مش شايف كده ومش هيقول ان ده cycle بعنيه فمحتاج يعني يكون في حاجة طيب زي ما اتفقنا انا بcreate في الفورست set لكل vertex لوحدة on its own وعندي set فاضية اللي هي ال a وبعدين هبتدي اشوف ascending هاخد اول واحدة الاول من واحد الاربعة تمام واحد الاربعة دي is it safe yes it's safe عرفت منين عرفت من ان الواحد في ستل وحدها والالاربعة في ستل وحدها يبقى انا هعمل ايه هقاد edge اذا طابل كده اللي هو من واحد الاربعة اللي هو قيمته واحد اللي هو قيمته واحد وهعمل ايه همرج set واحد واربعة في ست واحدة تمام طيب اللي وراه هاخد الاتنين let's say مثلا انا هاخد الاتنين والتلاتة زي ماشي الاتنين والتلاتة ايه زي safe اعرف منين هل الاتنين والتلاتة في نفس الست هنا لا مش في نفس الست يبقى هاخليهم في نفس الست وحزود هنا edge زي زي ده اللي هو اتنين وثلات طيب اللي وراه عندي هنا اتنين وزيرو هل الاتنين والزيرو في نفس الست هنا لا ده الزيرو في ست لوحدها واللي اتنين في ست تانية يبقى همرج الاتنين ست دول هتبقى zero two three وحعمل edge زي ده اللي هو zero وtwo دي من الedges السيف وبعدين الثلاتة الاربعة والثلاتة هل الاربعة والثلاتة في نفس الست هنا لا مش في نفس الست يبقى همرج الاتنين ست دول وحيبقى كده ست واحدة كبيرة وحق this edge اللي هو اربعة تلاتة كده انا ده بتاعي الفرست بتاعتي بقت one set ده معناه ايه معناه ان كل الedges خلاص بقت في one set كلها connected فأنا مش محتاجة ان انا ازود اي edges زيادة لو كنت لقيت اي اتنين vertices موجودين في نفس الست ده كان هيبقى معناه ان الاتنين vertices already connected they're already in the same set يبقى انا لو زودت عليهم اي edges زيادة بقى انا بعمل اي بقى انا بعمل cycle فأيا يعني this is how the computer understands ان this makes a cycle فthis is not safe او this doesn't make a cycle فتمام انا همشي في الطريق ده ده كان ال section كده انا مشيت وراء prim و cross كل مرة tracing كده بعناي عايزي ومرة بالseudo code مطالبين ان احنا نبقى فاهمين اللي اتنين يعني this is an assignment نزلته لكو يوم اللي اتنين وهيتسلم الحد الجاي ان شاء الله تمامي شباب شكرا كل سنة همتو طيبين